أكد وزير الخارجية سامح شكري عن وجود سياسة كانت معلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر جاء ذلك خلال مشاركة شكري في اجتماع وزير خارجية الصين مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وأمين التعاون الإسلامي أقال شكري إن جرائم الحرب الإسرائيلية لا يسميها البعض بمسمياتها الحقيقية مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية علفة شكري إلى أن مصر تبذل كل الجهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لكن إسرائيل تنتهج سياسة ممنهجة لتعطي لها ترجمة نانسي قنقر